فيتامين دال أسباب نقصه البشرة الداكينة، التقدم في العمر، السمنة، ضعف وظيفة المرارة أو إزالتها جراحيا لأن فيتامين دال ذائب في الدهون، قلة تناول السمك والحليب، استعمال الكريمات الواقية من أشعة الشمس وعدم التعرض لأشعة الشمس بكمية كافية علامات تدل على أنك تعاني من فقر فيتامين دال دائما مريض ومصاب بتعفنة ميكروبية لأن فيتامين دال مهم جدا للمناعة فدراسات طبية تثبت علاقة نقصه بأمراض الجهاز التنفسي خصوصا العياء والتعب دراسة وجدت أن امرأة كانت تعاني من التعب المزمن دائما بعد تناولها لفيتامين دال تحسنت أعراضها واختفى التعب ودراسة طبية أخرى وجدت أن تسعة وثمانين بالمئة من الممرضات كنا مصابات بالتعب ونقص فيتامين دال ألم العظام والظهر فيتامين دال يساعد في امتصاص الكالسيوم مستقبلة فيتامين دال موجودة في القرص الهلامي بين الفقارات أو ما يسمى ديسك ودراسات طبية أثبتت علاقة فقر فيتامين دال وآلام الظهر كما أن دراسة أخرى على تسعة آلاف امرأة مسنة وجدت أن من كانت تعاني منهن من نقص فيتامين دال كانت أكثر عربة لآلام الظهر الشديدة وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية والذين يعانون من فقر فيتامين دال يعانون معه من آلام المفاصل والأقدام والقفص الصدري الاكتئاب بحيث وجدت العديد من الدراسات علاقة بين نقص فيتامين دال والإصابة بالاكتئاب صعوبة التئام الجروح المصابون بمرض السكري مع نقص شديد في فيتامين دال يعانون من حالة التهاب عالية مما يعرض أقدامهم المجروحة للخطر ليونة وضعف العظام علاقة وطيدة أثبتتها الدراسات بين قلة فيتامين دال وليونة وضعف العظام تساقط الشعر بغض النظر عن الأسباب الأخرى مثل نقص فيتامينات ومعادن مثل الحديد وفيتامين باء فقد وجدت دراسات علاقة بين نقص فيتامين دال وتساقط الشعر عند النساء ودراسات أخرى حول علاقة نقص فيتامين دال وداء الثعلبة ألم العضلات دراسات طبية تثبت علاقة نقص فيتامين دال بالتشنج وألم العضلات فمستقبلة الفيتامين دال موجودة على سطح الخلايا العصبية المسؤولة عن الألم وتناول فيتامين دال يخفف من هذه الآلام ما هو الأكل الأكثر غنا بفيتامين دال؟ السمك الحليب الطبيعي والكبد فيتامين كي تو مهم جدا لامتصاص فيتامين دال في العظام يوجد في البيض واللحم الطبيعي الحليب الطبيعي والأكل المخمر وكبد العجل تناول أقراص فيتامين دال ثلاثة وليس دال إبنان تناول فيتامين دال مع وجبة دسمة دهنية لأنه ذائب في الدهون والجرعة المنصوح بها يوميا هي ألف وحدة دولية